اشتركوا في القناة وتقدير اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الشقيقة وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين دوام الازدهار والتقدم وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزير الخارجي القطري وكلفه نقل تحياته الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وخالص تمنياته للشعب القطري الشقيق المزيد من التطور ورخاء كما هنأه جلالته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والسداد خدمة لدولة قطر وشعبها الشقيقة واشهد العاهل المفدى خلال اللقاء بما يربط مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة من علاقات اخوية متينة وتعاون مشترك على جميع الاصعدة تحقيقا لكل ما فيه الخير والمنفعة للشعبين الشقيقين البحرين والقطري وأكد جلالته وحفظه الله أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في البلدين الشقيقين بما يعزز ويدعم علاقات الأخوة والتعاون التي تجمعهما في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرض جلالة الملك المفدى مع وزير الخارجية القطري السبلة الكفيلة بدعم وتعزيز مسيرة التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث علد من القضايا والأحداث المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي